يسعدنا أيضا أن ينضم معنا الآن على الهواء مباشرة وعبر السكايب الزميل سعاد الدكتور محمد المحتسب والذي سيحدثنا اليوم بإذن الله تعالى عن ما أنشده الشعراء الأقدمون من قصائد شعرية في المشاعر المقدسة أنقل لكم تحيات الأستاذ مأمون بنجر من هنا من المملكة العربية السعودية دكتور تفضلوا السلام عليكم وتحية لكم مع خفقات القلوب التواق دوما إلى البيت الحرام والمشاعر المقدسة أخي كثيرا ما أنشد الشعراء في موسم الحج وتمنوا شهوده مع الحجيج فمنهم من أطال وفصل ومنهم من أوجز واختصر فمن أطال أتى على وصف مناسك الحج ووقوف الناس بعرفات ورميهم للجمار والنحر وغير ذلك ومن اختصر ذكر تشوقه وحنينه إلى تلك الأماكن المقدسة وكلا بحسب ما تجود به قريحة وقد حظي الحج باهتمام الشعراء في الجاهلية والإسلام فذكروه وعظموه وافتخروا بمكانة قبائلهم من البيت العتيق في أشعارهم ومدى الحسرات التي تصيبهم إذا فقدوا هذه المكانة ويبدو هذا في قول شاعر قبيلة جرهم مضاد بن عمر بن الحارث حينما فقدت قبيلته مكانتها في خدمة الحجاج وسدانة البيت العتيق قال متحسرا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر فسح الدموع العين تبكي لبلدة بها حرم آمن وفيها المشاعر هذا ما قاله بعض الشعراء الجاهليين عن البيت والحج فما بال الشعراء بعد أن أكرمهم الله بنعمة الإسلام ولعل أول من يطالع في أقوال شعراء المسلمين عن الحج قول الصحابي قيس بن الأسلة رضي الله عنه يقول ولكن خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل نسوق الهدية تأرسف مذعنات مكشفة المناكب في الحلول وهناك قصيدة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مكانة الكعبة وحرمتها عند قريش وقد أوردها ابن هشام في السيرة النبوية يقول فيها أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي وبالبيت ركن البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجلي وبالمشعر الأقصى والمنازل من منا وهل فوقها من حرمة ومنازلي ولم يكن الشعراؤهم الذين تفردوا بنقل مشاعرهم وأحاسيسهم شعرا فقد سبقهم العلماء في هذا الجانب وقل أن تجد عالما قرض الشعر أو كتبه ولا تجد له قصيدة في الحج فمكة المكرمة وقدسيتها متأصلة في نفوس المسلمين والحج وهو الركن الخامس أمل يتطلع له كل مسلم ومن الشواهد الحية على ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله في وصف عرفات فلله ذاك الموقف الأعظم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنم به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه كمل عطقه وآخر يستسعي وربك أكرم والابن القيم كذلك قصيدة يتحدث فيها عن التلبية ومغفرة الله للحجيج أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلموا دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والبرع وهو أديب يمني من العصر الرسولي سجلت كتب الأدب قصصا وأشعارا له وفي إحدى قصائده يقول وكان في الرمق الأخير من حياته يا راحلين إلى منا بقيادي هيشتموا يوم الرحيل فؤادي سرتموا وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي إلى أن يقول يا ربي أنت وصلتهم صلني صلني بهم فبحقهم يا ربي فك قيادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترن محادي وها هي أبيات من قصيدة طويلة عن مناسك الحج والحزن عند وداع أماكن أداء النسك لابن الأمير الصنعاني وفي حال الحجيج بيوم عرفة أنشد يقول وبعد زوال الشمس كان وقوفنا إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه فكم خاضع كم خاشع متذلل وكم سائل مدة إلى الله كفاه وهذا أبو بكر محمد إبا الرشد البغدادي في وصف نزول الحجيج إلى منا يقول ونحو منا ملنا بها كان عيدنا ونلنا بها ما القلب كان تمناه فمن منكم بالله عيد عيدنا فعيد فعيدوا منا رب البرية أعلاه وبالجمرة القصوى بدأنا وعندها حلقنا وقصرنا لشعر حضرناه وتنتهي الرحلة ويأتي وقت الوداع فينشد الصنعان تداعت رفاقا بالرحيل فما ترى سوى دمع عين بالدماء مزجناه لفرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه وودعت الحجيج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه إلى أن يقول فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأبكى كذاك الحال في حال مرآه وجههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله كشفناه لبسنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من درع المعاصي خلعناه وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا طالما رب العباد عصيناه ترجمة نانسي قنقر